خد الأجن بقى قطر ضحي خلفن ده مفترض أنه كان بيشتغل مدير إدارة الأمن في دبي قبل ما دبي بتخرب وتفلس ويشتريها محمد بن زايد ما اشتريها محمد بن زايد أصلا يعني فضحي خلفن ده بتاع الأمن كاتب يقول إيه قطر لن تتوقف إلا إذا شنت ميليشيات عربية عليها هجمة مركزة هذه الميليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر يجندون ويسحفون على الدوحة علشان يفهم من يحكم قطر أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى ده مجنون ده مجنون لأ مش عشان قطر دي بقى بنحب قطر وبنقر يا رجل ده انت متعرفش تعمل كده في كفر أبو جازمة متعرفش تلم مجموعة من الدول العربية ده لو كان في دول العربية أصلا يعني وتروح تهاجم دولة ده مجنون انت متعرفش تعمل كده أصلا مع أي دولة مع أي دولة يعني بص عايز أقولك الحاجة هات نقي أي دولة هات خريطة كده ونقي أي دولة وقت حداك تلمش والدول تهجم عليها ده أمريكا لما حبت تهجم على العراق في 2003 جمعت المجتمع الدولي كله يطلع قرار بالهجوم على العراق خد الأكتر من كده بقى ده جعر ليه بقى لإني أمريكا حتى لما هجمت العراق في 2003 وتتعرف عملت إيه كانت حطها في دماغها أنه إحنا محتاجين تقيد دولي فتعمل إيه راح جمعت العواطلية بتاع الأمم المتحدة وطلع الراجل اللي هو كان وزير خارجية كولين باول ده وطلع قال وقادي جابشة تراب كده من الأرض المقدسة وجاء قال بصوا عندهم نووي عندهم نبالم فاكرين أنت كولين باول بعدها تعرض هو الاكتئاب حد ومزهرش تاني يعني وعمل الفيلم ده عشان ياخد تأييد دولي عشان أمريكا تضرب العراق خد بقى التاني بقى راح جاب عصابات البلاكوتر عشان يخشوا يتباحوا العراقيين ليه بقى؟ ويعزبوه ليه بقى؟ لأنه عارف إن فيه حقوق دولية وفيه اتفاقيات جناف وبالتالي لو حرب ضد جيش لجيش والجيش ده اتكى بمشكلة بيتحاكم كل قادة الجيش زي بتعصر بكده لكن لما يبقوا عصابات متشارية بفلوس زي البلاكوتر بحاش يحاكمهم ده عصابات ده عصابات إحنا يعني نعمل إحنا منع عصابات فتخال أمريكا بجاية قادرة هي تعمل كده أم الجعر ضحي خلفان يقولك إحنا نجمع عشرة ناس والله العظيم عاملة زي نأتي من كل رجل من كل قبيلة رجل أو من كل قبيلة رجل قبيلة نفس فكرة بوجه مين اللي قال الجملة دي؟ أبو لهب؟ يا أخي لا لا على ولي الدين لا مش على ولي الدين ده اللمبي محمد سعد نأتي من كل رجل قبيلة ونهجم عليهم نفس الفكر الجاهلي المعفن تيجم على مين يا دي يا جعر انت؟ تيجم على دولة زاد سيادة في الأمم المتحدة وبعين فين الدول العربية اللي هي مين؟ اللي أنت؟ أنت مش دولة أصلا أنت مش دولة مش بس جغرافيا ولا سياسيا أنت تابعين للنتنياهو مين بقى السيسي؟ مش دولة ده نظام تابع للنتنياهو مين أنت؟ تيجم على مين يا دي يا جعر ده تخيل ده مسؤول في دولة أو كان مسؤول وتخيل أن إدارة تويتر ما تقفلوش بينما أنت لو طلعت دلوقتي شتمت الملك سلمان تويتر هتقفل حسابك لو اكتلعت صورة للبوكسر بتاع محمد بن زايد تويتر هتقفل وفيسبوك هيقفل لك حسابك بس يقول نهجم على دولة ما يتقفلش حسابه ولا يتعمل له حاجة ولا حد يجي ولا يترمش له جفن خلاص؟ بس تخيل العقلية نجمع من كل دولة مضررية من قطر اللي هم البحرين اللي هم خمستاشر واحد يعني لو غابوا فيهم واحد البلد كلها بتنام والإمارات اللي هم أصلا حقيقة يعني فيش أي حافز لا أي حرب ولا العلم السعودية اللي مليانة ناس يعني معتقلين رأي ستة رجالة مصر اللي هو سيسي بيقتل شعبها أصلا وبعدين نجمعهم على بعض كده وبعدين نهجم على قطر ده على الساس ان قطر ملاش ظهر ده على الساس ده قطر بقى لإيه العيل اليتيب بقى اللي هنخش يا أخوة ديها كنتو عملتوها يا جعرات انت والسعودية والبحرية والإمارات ده انتو بقالكو ثلاث أربع سنتين ثلاثة عام ننحصار عليها قطر مش هيباكم كنتو عملتوها كانت عملتها السعودية اللي محمد بن سلمان أعلى انه هيدخل قطر وهنقطع الجزيرة من النص زي اللحمة المشفية ونعومة في المحيط وكنتو عملتوها معارفتوش تعملوها ده الفكر العربي بقولك احنا صراية مجانين العالم العربي